الخبر الأخير اللي كان معنا يعني اتكلمنا مع حضراتكم مسترسلنا فيه خاص بمنتخب مصر كورت القدم طبعا للصم الحلو كمان في الموضوع ده جزء مهم ان احنا برضو قبل ما نطلع فاصل نتكلم عنه التهنئة اللي احنا شفناها من أبطالنا ومن نماذج برضو كبيرة زي مثلا خليني أبدأ بمحمد الشناوي محمد الشناوي كان لي تويتع عجبتني جدا لما جي اتكلم وقال لهم زي ما حضراتكم شايفين ألف مبروك فوز منتخب مصر السم والبكم التاريخي على منتخب ألمانيا زي مكتبوا لحضراتكم مباراة ما كانتش سهلة مباراة كانت الناس متوقعة مش هيفوز فيها منتخب مصر لكن قدرنا ان احنا نفوز ونتأهل لنصف انهائي كاس العالم وكل الدعم كمان يعني اللي هو ذكروا ليه رجالنا اعتقد اللفتة حلوة ان هما برضو يشوفوا فيه دعم كبير من نماذج ومودلز او رال مودلز زي ما بتقالي القرى المصرية فاعتقد برضو فيه تويتات كتيرة كانت مش بس محمد الشناوي اللي هنهاهم لا ناس كتيرة جدا بالتأكيد طبعا يمكن كمان انضام الشناوي النني النني كمان الحقيقة يعني بتأثر بشكل كبير جدا هوندل التويتات والكلام المميز جدا ده ما بيكون فيه دعم كبير جدا زي ما احنا بنشوف يعني بالتوفير ومنتخب مصر ده امر بيكون مهم جدا وبتنعكس الحقيقة النني والشناوي قيمة كبيرة جدا الحقيقة في كرة القدم وفي الحقيقة بشكل كبير ومثال الحقيقة احتزى بيه لأي لعب الحقيقة فحاجة رائعة ومميزة جدا هوندل بنتمنى لهم كل التوفير بالتأكيد سعيد دعم المعنوي كلمنا فيه قبل كده اكثر من رائع بصراحة يعني